في سؤال جماهيل النادي الأهلي وجماهيل الأندية المنافسة بيسألوه هو الأهلي بيدور على العيبة ليه؟ هو الأهلي دلوقتي بيشتري العيبة ليه؟ هو الأهلي بيدم العيبة جديدة ليه؟ وانت واخد كل حاجة وعندك فريق واثنين دلوقتي انت ليه مثلا بتدور على لعب مهم جدا زي إمام عشور وعايزه يبقى موجود معاك في الفرقة وانت الفرقة بتاعتك حتى في وجود حمدي فتحي كان عندك عدد كبير من اللعيبي الوسط الأهلي مفروض يفكر إزاي للموسمين؟ بس هو الأهلي بيفكر إزاي؟ هو عموما ده يعني ده زي ما بيقوله كده سر الخلطة جمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي لما فكرتش بالشكل ده تعرف إن النادي الأهلي في مشكلة صح النادي الأهلي دايما هو بيفكر لبكرة بيفكر في الأحسن يعني أنا السنة دي حتى الآن واخد أربعة بطولات ولسه كمان هلعب على ثلاث بطولات كمان وهاخدهم بإذن الله فانت يعتبر أنت بحق كل حاجة أنت ميساب أي حاجة لأي حد أهلالي خد خمس بطولات ما بدي أهل حد لوقتي كده الخمسة بقى خلاص عشان دولي كمان بقى رسمي فانت يعتبر أن كده أنت واخد خمس بطولات لما أقول لهم بإذن الله هاجموني زي ماك هيزعل منك دلوقتي وقت ليه بيكون يعني المنافسة تفضل بين الأهلي وزي ما يكون نشتمتع بالمنافسة أكيد أكيد بس الأهلي دايما بيفكر لبكرة يا كريم الأهلي دايما عايز كل حاجة وده أصلا سر من أسرار نجاح النادي الأهلي من ساعة ما بدأ النادي الأهلي إنه هو يمارس كرة القطر هو ده سر سر أنه دايما عايز الأحسن أنا شايف أن النادي الأهلي عنده نواقص عنده نواقص ونواقص دي لو موجودة هتفرق معاك بشكل أكبر أنت خدت دور أبطال أفريقيا بس كان فيه بعض الفترات كنت ممكن تبقى بره بره ليه؟ عشان برضه أن أنت عندك نواقص خلينا نكون متفقين أن النادي الأهلي محتاج رأس حربة صريحة يعني دي الحاجة الجمهور النادي الأهلي بينادي بيها بقاله ثلاث سنين محتاجين رأس حربة رأس حربة بس شغلته في الحياة إنه هو يترجم الفرص رأس ما قاله ده رأس الحرب بس عايز أسألك السؤال ده وعسأله برضه الأحمد الحنفي إمام عشور أنت مع دمامل النادي الأهلي أو هلأ؟ طبعا بوم صفقة بوم بجد يعني اللي يختلف على إمام فنيا يتابع تنس تمام بيه؟ بقولك يتابع تنس يتابع تنس أنا قلته يلعب تنس طيب إمام عشور إمام عشور متفق أنه يجي النادي الأهلي جودة وبالمناسبة إمام عشور رسميا في النادي الأهلي أربع سنين إمام عشور وقع أمس على على عقود انضمامه للنادي الأهلي لمدة أربع سنين الأمور متوقفة ماتلندا الدينماركي ما فيش اختلاف كتير في خلال الكام ساعة الجايين دول هيتم اعتقد انتهاء كل حاجة ولكن امام اهلاوي اربع سنيني وبالمناسبة مش بالرقم الفلكي اللي كل الناس متخيلان انه هو هياخد في الموسم 25 و 30 امام عشور هياخد زيه زي لعيبة ممكن يكون جمهور النادي الاهلي عارف ان هي بتاخد رقم مش كبير مقرنة من الانديات التانية مش عايز اكلم في ارقام بس امام عشور هياخد فيها اولي بس زي لعيبة اقل من الشناوي امام عشور هياخد رقم اقل من الشناوي امام عشور رغبته الاولى كانت النادي الاهلي امام عشور رفض بالفعل بيرامدز امام عشور رفض عرض مادي اكبر من النادي الاهلي من بيرامدز امام عشور متمسك بالنادي الاهلي النادي الاهلي وامام عشور في البداية كان عايز ياخد 25 مليون جنيه زي ما كان عايز ياخد من الزمالك النادي الاهلي قال له انا عندي سقف انت هتاخد فيها اولى زي لعيبة كتير موجودة معنا وداله مهلة 48 ساعة وأمام عشور في الآخر وافئ ووقع أمام عشور أربع سنوات متبكة تفاصيل بسيطة معاملتها أعتقد أنها تخلص في خلال الفترة الجاية الأهلي بيتعامل في الصفقات يا كريم بنفس طريق ريال مدريد أنا بعت حمدي فتحي 30 سنة بـ 3 مليون و 200 ألف دولار أنا جبت أمام عشور 24 ساعة بـ 24 سنة بـ 3 مليون دولار فأبغريت حصل كبير أوفنص المعبور